أرسل سمو الأمير الحسن بن طلال رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة قال فيها أن ملتقى البحرين للحوار يؤكد سعي جلالته الدؤوب لإذكاء روح الاعتدال والوسطية وتعزيز ثقافة العيش المشترك ونبذي خطابات الكرهية والإقصاء والتمييز مشددا سموه على ضرورة احترام الأديان ومنع ازدرائها وحرية الفرد في معتقده وممارسة شعائره وقد تلقى الملك البحرين من سمو الأمير الحسن إهداء من آخر اصدارات المعهد الملك للدراسات الدينية وهو معجم أعلام المسيحيين العرب في العصور الإسلامية الذي يتناول إسهامات المسيحيين في بناء الحضارة العربية وإثراء مختلف أنواع المعارف والعلوم